كيف تستطيع سمك على تيك توك الآن أنت كصيات سمك، ما هي أدوات التي تحتاجها لتصيد السمكة؟ أول شيء أكيد هي السنارة التي تربط فيها الطعم وتزدها للسمكة وعندما تأكل السمكة الطعم، نسحب السنارة ونضع السمكة بالسلة حسنا، كيف نحول هذه العملية لعملية صيد داخل تيك توك؟ يجب أن نتطور ونعرف كيف نستبدل السنارة الأديمة بسنارة جديدة أما سنضلع من جلس حون لذلك يجب أن نستخدم منصة تيك توك كسنارة الكترونية والسمكة يا عزيزي وبكل أسف هي المشاهد لذلك خلططنا لليوم سنضع المال بقلب السنارة كالطعم نجيب منه السمكة الآن أنا وإياك فهمنا بشكل نظري كيف نستطيع سمكة على تيك توك مثل، كيف ننطبعها بأرض الواقع، ما هي الخطوات؟ في كل بساطة تعمل فيديو صغير وقصير وسريع تتحدث عن أنك أنت الشخص السري وأنك كمتابع وكمشاهد شخص فقير لأنك جاهل وستطيع أن تجلس حون كل عمره وإنما الدماغ فيه فرصة عن طريقه أنا رح خليك معي غني فوق 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 وتصير تقول إسألة على أيام الفقر إذا هذا الفيديو شاهدوا 100 شخص، ومن هؤلاء 100 شخص 10 بلع الطعم سنأخذ هؤلاء 10 ونضعهم بجروب تيليجرام وجروب تيليجرام هو السلة التي نضع فيها السمكة وهناك نرى ماذا نفعل فيها؟ أتمنى منك تكون واعي وعرفان عن ماذا أتحدث لأنك إذا تفكر رحلة السراء هي رحلة قصيرة فأنت فعلا جاهل وفريسة سهلة لصياد ماكر هذا الفيديو هو مجرد مثال من رأسي إذا كافية تشابه بينه وبين قصة واقعية أنت تعرفها فهو عن طريق الصدفة فقط شكرا